موسيقى مساء الخير شهد أصرب عبداليقائين ديبلوماسيين تناولا تطورات الأخيرة بالبلاد والأزمة الحكومية بهذا السياق التقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون السفيرة الفرنسية في لبنان آنغريو حيث اجرى عرض للعلاقات اللبنانية الفرنسية وتطورات الأخيرة لا سيما فيما يتصل منها بالأزمة الحكومية وقد شرح الرئيس عون السفيرة جريو الإشكالات التي رافقت مراحل تشكيل الحكومة مؤكدا تمسك بالمبادرة الفرنسية كمشروع قاضي للبنان ومشددا على العمل من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة جديدة تواجهة تحديات الراهنة على مختلف الأصعاد كذلك التقى رئيس الجمهورية السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري وعرض معه للتطورات الراهنة والمستجدات الحكومية الأخيرة إضافة إلى شؤون تتصل بالعلاقات اللبنانية السعودية وسبل تطويره بالمجالية كيفي فضلا عن شؤون إقليمي راهنة شرفته في هذا المساء بزيارة قصر بعبدة لمناقشة أبرز المستجدات الراهنة في لبنان وأكدت لفخامته بأن المملكة لطالما أعلنت وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق الصامد بوجه كل الأزمات وبأن الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأن سيادة لبنان إنجاز تاريخي تحقق عبر نضالات الشعب اللبناني الشقيق ونحن نحترم هذه السيادة كما أكدت لفخامته بأن الموقف السعودي يشدد على التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وبشكل خاص على ضرورة الإسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء كما ندعو جميع الأفريقاء السياسيين في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا من منطلق الحاجة الملحة للشروع الفوري بتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان كما نؤكد دوما على أهمية مضامين قرارات مجلس الأمن 17-01-16-80-15-59 والقرارات العربية والدولية ذات الصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته ونشدد بأن اتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في لبنان كما أطلعت فخامته هذا المساء على مبادرة السعودية للسلام في اليمن ورحب فخامته بكل تأكيد بهذه المبادرة متمنيا للمملكة العربية السعودية النجاح والتوفيق وأن يعم السلام العالم العربي والدولي شكرا لكم حكوميا ما مشكلة التشكيل التي وزع الحريري بالأمس تقرير نانسي صعب تعليقا على المرحلة التي وصل إليها مسار تشكيل الحكومة حتى يوم أمس أشار مصدر متابع للعملية إلى أن أقل من 24 ساعة كانت كافية لكشف حجم الخطأ الذي ارتكبه سعد الحريري شكلا ومضمونا بحق رئاسة الجمهورية وربما بحق لبنان انتزع الحريري بقرار منه صلاحيات حفظها الطائف لرئيس الجمهورية وقلل من أهمية الشراكة الوطنية التي رطال ما حامل لواءها حتى تذكيره المكون المسيحي قبل أسابيع بوقف العد ومن بعبد أيضا سرب تشكيلته التي رفعها في تسع كنون الأول إلى رئيس الجمهورية ليتبين أنه خلال خمسة أشهر لم ينتج إلا سقطة خمسية الأبعاد السقطة الأولى شكلية وبروتوكولية في تخطي أدنى أسس الاحترام في العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة كما في مهاجمة الرئيس عم من بعبد مقر رئاسة الجمهورية بالذات تحول من رئيس مكلف إلى مسرب لمداولات داخلية تبقى عادة طي الكتمان وذلك في سابقة خطيرة من دون إغفال الكلام غير الدقيق لناحية قوله أن العماد عون سلمه تشكيلة وهو ما لم يحصل كما لناحية تسريبه طرحا سبق أن تلقاه من الرئيس عون في تشين الثاني 2020 مدعيا أنه التشكيلة المزعومة سقطة الحرير الثانية سياسية خصوصا أنه أصر على تشكيلة كان رفضها الرئيس عون في تسعة كنون الأول الماضي ولم تفلح بالتالي في اجتياز مرحلة القبول والتوقيع الرئاسيين قبل مرحلة ثقة نيابية غير المضمونة أصلا السقطة الثالثة إصلاحية فالحرير المكلف بموجب المبادرة الفرنسية ضرب المبادرة في بيت أبيها تشكيلة الحرير ضربت مبدأ الاختصاص الذي زعم الحرير دائما أنه أساس المبادرة الفرنسية لبل أن التشكيلة لم تشبه الاختصاص بشيء فخمسة ممن طرح الحرير توزيرهم أعطاهم حقيبتين حيث جمع وزرات غير مترابطة حتى الخارجية مع الزراعة التنمية الإدارية مع السياحة الصناعة مع المهجرين الشؤون الاجتماعية مع البيئة الشباب والرياضة مع الإعلام عاد عن طرحه اختصاصيين لحقائب بعيدة عن اختصاصاتهم فمثلا طرح محاميا للدفاع طبيبا للاتصالات وسفيرا للزراعة سقطة ميثاقية رابعة اقترفها الحرير فبتشكلته احتكر الوزراء السنة وكرس مبدأي المحاصصة والاستنسابية ففاوض الشيعة وأخذ بالأسماء التي قدمتها أمل فاوض الدروزة أيضا وان اختلف معهم على الاسم لكن الرئيس المكلف أقصى اكثرية المسيحيين ورفض التفاوض معهم حتى أنه اشترط على رئيس الجمهورية عدد وزراء فريقه وتسمية وزير للداخلية من ضمن لائحة يضعها هو وتبقى السقطة الأخطر دستورية حيث بدى مريبا أن يتخطى رئيس المكلف صلاحية رئيس الجمهورية في المادة 53 من الدستور باعتباره شريكا في التشكيل حيث نصت المادة في فقراتها الرابعة أن رئيس الجمهورية يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسم تشكيل الحكومة ربما كان هدف الحريري إعادة كرة النار الحكومية إلى بعبدة لكنه سقط في فخه فأحرق وقتا إضافيا في ظل أزمة مستفحلة من بيت الوسط أشار رؤساء الحكومة الحكومية السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام ببيان أثر اجتماع مساء اليوم ببيت الوسط بمشاركة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى أن الكرة اليوم عند رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والأمر متروك إلو والاستقال من مجلس النواب غير مطروحة وإذ أكدوا التمسك بالدستور لفتوا إلى أن كل محاولة الذهاب إلى تصعيد مذهبي وطائفي مردود فإن تمسك الرئيس الحريري بمشروع الصيغة الحكومية التي تقدم بها ليس من باب التعنت أو المغالبة وإنما من باب الاستجابة لما يريده اللبنانيون ويريده أيضا أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم رابعا يدعو الرؤساء السابقون الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الثبات على موقفه الوطني والدستوري الحازم والمنطلق بما يجهد اللبنانيون لتحقيقه كان اليوم السفيرة السعودي والسفيرة الفرنسية ببعضة للقاء باريس عام ومثل معرفنا مني باريس عام باعث ورام كيف قدأتوا هذه الزيارة خصوصا في هذا التوطير هذا من ضمن الحف يعني بأعتقد أنا للمسؤولين اللبنانيين أن يتبصروه بالأمر ويبادروا فعليا إلى إنقاذ اللبنانيين بما أصبحوا فيه وأصبحوا عليه في المقابل سفنكر تكتل لبناني القوي الأسطوب الذي اعتمد رئيس الحكومي المكلف بالتعاطي مع رئيسة الجمهورية مخالفا الأصول وأبسط قواعد لايقة ورفض كل ما ورد على لسان سعد الحريري من مغالطات مستفز لجهة اعتباره أن رئيس الجمهوري ليس شريكا دستوريا بعملية تشكيل الحكومي ورأت تكتل أن الحريري وبمجرد أن طلب منه رئيس الجمهوري تقديم تشكيل حكومي متكامل أعد العدي للمعرك بورقة مكتوب سلفا قرأة بقصر بعبدة وسأل التكتل ما المانع من تشكيل حكومي من 20 أو 22 أو 24 وزيرا إذا كان ذلك يوفر إلى شروط الاختصاص ويحترم القواعد المتفق عليها وبأي منطق يعطي رئيس الحكومي المكلف جميع الطواف حق تسمية الوزراء ويمنع ذلك عن المسيحيين وعن رئيس الجمهورية واعتبر التكتل أن الهدف الرئيسي للحريري هو حصوله على الداعمين له على نصف زائد واحد بالحكومي وليست المشكلة بثلث الضامن الذي لم يطلب أحد أصلا وسأل ما هو السبب الرئيسي لإصرار الحريري على هذه الأكثرية بالحكومي وما إذا كانت لأقرار الإصلاح وبمقدمته التدقيق الجنائي ومن ناحية أخرى أبدأ التكتل ارتياحه للمسار التشريعي بالليجان النيابي المشاركي حيث كانت له بالتعاون مع الكتل الأخرى جهود بارزة أدت إلى ولادة منظومة من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والتي يؤمل أن ينضم إليه بالجلسة العامة المقبلية قانون استعادة الأموال المنهوبة وبسياق آخر رحب التكتل بالانفتاح الذي أبداه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط وأكد ملاقاته بمبادرته تلك واستعداده ومرونته للطلاق مع الجميع استعادة الأموال المتأتي عن الفساد من الشعار إلى التطبيق فعلى ما ينص اقتراح القانون الذي أقر اليوم في الليجان المشترك تقرير لتنصور أنجليني قبل سنوات من أن يصبح رئيسا للجمهورية قالها ميشيل عون أنا بس جاي حتى أذكر الشعب اللبناني كله من على هالممغر عليت صوتي كتير وقال لهم لبنان منهوب مش مكسور من هم الذين نهبوا لبنان وكيف نسترد الأموال وحقنا منهم الجواب على هذه الأسئلة وما يشبهها لم يعد متروكا لمزاجية شارع غاضب وأحكامه العشوائية بل بات هناك مسار عملي وواقعي لذلك بدأت أولى خطواته اليوم مع إقرار لجان نيابية المشتركة اقتراح استعادة الأموال المتأتية عن الفساد اقتراح كان تقدم به تكتل لبنان القوي قبل أشهر ودريسا وعدل في اللجنة الفرعية التي ترأسها رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والتي سبق وأقرت رزمة من القوانين الإصلاحية هذا القانون يرعى سائر عمليات استرداد الأموال من أي نوع كانت المتأتية عن جرائم الفساد سواء وجدت داخل الأراضي اللبنانية أو في الخارج وسواء بقيت بملكية مرتكب الجرم أو حيازته أو انتقلت إلى ملكية أو حيازة شخص ثالث والمهم فيه وما يعطيه مصداقية أنه ربط باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبقانون مكافحة طبيض الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الإثراء غير المشروع المعدل ما يعني بكلام آخر أنه بات يمكن اللجوء إلى التعاون الدولي عند الاقتضاء وبالتالي قيام دولة أجنبية التي تم تهريب الأموال إليها برد تلك الأموال إلى لبنان بموجب هذا الاقتراح تنشأ دائرة استعادة الأموال العامة المتأتي عن جرائم الفساد وجرائم طبيض الأموال الناتج عنها ومن أبرز مهامها إعداد الاستراتيجيات والخطط وتنصيق ومتابعة عملية استرداد الأموال ما مصير الأموال المستعادة؟ نص القانون على إنشاء الصندوق الوطني للأموال قيد الاستعادة أو المستعادة وهو يتولى إدارة واستثمار هذه الأموال لتمويل مشاريع الدولة الرامية إلى مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة العمل التشريعي أنجز إذن والمطلوب عمل حكومي مواكب ولكن الأهم كي يعطي هذا القانون مفاعله كلمة السر معروفة قضاء مستقل من هنا أهمية إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية بعد سنوات من تقديم النائب ميشيل عون في حينها اقتراح قانون بهذا الشأن وكانت الليجان المشاركي شهدت نقاش واسع قبل إقرار القانون من تابعه خلافا لكل التوقعات المشككة أقرت الليجان النيابية المشتركة في جلستها اليوم اقتراح قانون استعادة الأموال المتأتي عن الفساد المقدم من تكتل لبنان القوي بعد إدخال بعض التعديلات عليه أهم نقطة بهذا القانون أنه ربط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكي يذهب الناس كل الناس بصورة مركزة على تحديد من هو المسؤول في كل عملية قد تكون لها علاقة بالفساد بطريقة أو بأخرى لذلك نستطيع أن نقول وأن نفتكر ونفاق بأن هذا الليجان المشترك وهذا المجلس النيابي قد حقق بصورة نوعية هذا القانون وبعد جهد جهيد كما لاحظتم جميعا وعلى مدى أشهر بدراسة القانون وبإقراره وفي ظل مراهنات أن هذا المجلس لن يحقق الهدف المنشون احتفل الفرزلي بإنجاز النواب لكن العبرة تبقى بالتنفيذ فالاقتراح ربطة بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي وكي تتمكن من مباشرة أعمالها يجب أن يعين أعضاؤها من جهة وأن تصدر مراسيمها التطبيقية من جهة ثانية اليوم المطلوب حزم الأمر حزم أمرنا جميعا والزهاب إلى هذه المحكمة الخاصة للجراءة المنويلية ما بقى فينا نروح على أقوانين منفرخة من مضمونة بتقل اليوم عندك قانون استعادة أمويل منهوبة بقل لك صحيح لكن بيبقى تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمطلوب من مجلس قضاء الأعلى ونقابة المحامين طبعا أن يسرعوا في هذه الانتخابات المطلوبة لأن الحكومة عينت وبالتالي كمان مطلوب أنه بهذا القانون اللي اليوم صدر أنه هذا التعاون الدولي مع بموجب معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واللي وارد بأنوننا وهذه أهمية الأنون هذا التعاون اللي بيفتح النظام القضاء اللبناني على كل الأنظمة المنضوية تحت سقف المعاهدة أنه هذا يتفعل وهذا يتنفذ ونبلش نشوف على صعيد التنفيذ يعني قرارات وإجراءات جدية عملية نبلش نشوف متهمين نبلش شوف قضايا عم تتحرك اليوم المطلوب لهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تفضلوا عينوها وتبقى العين على الموعد الذي سيحدده رئيس المجلس للجلسة التشريعية لإقرار هذا القانون وغيره من القوانين الضاغطة التي لا تحتمل التأجيل معيشيا أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة ببيان أن تأسف لعدم تشكيل حكومة ما أدى إلى انخفاض كبير بقيمة الليرة اللبنانية بمقابل ارتفاع سعر صرف الدولار وبالتالي أدى إلى ارتفاع بأسعار المواد الأولية التي تدخل بإنتاج ربط الخبز وسنادا إلى سعر القمح بالبورصة العالمية وسعر المحروقات ومنعا لتوقف عن انتاج ربط الخبز والمس بالأمن الغذائي وبناء على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع حدد سعر وزن الخبز اللبناني الأبيض ربط حجم كبير وزن 960 جرام كحد أدنى بسعر 3000 ليرة لبنانية كحد أقصى ربط حجم وسط زينة 445 جرام كحد أدنى بسعر 2000 ليرة لبنانية كحد أقصى إلى ذلك أكد تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية وزير عائل لبنان بين الدول المهدد بخطر انعدام الأمن الغذاء الخطير خلال الأشهر المقبلة في تقرير صدر اليوم عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية وزيراء الفاو التابعين للأمم المتحدة تبين أن للبنان حصة سوداء متعلقة بالأمن الغذائي فهو مع الأسف من بين الدول العربية الأربعة المهددة من عدام الأمن الغذائي لجزء من سكانه تماما كاليمن وسوريا والصومال وحذرت المنظمتان من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية في لبنان منذ عام 2019 إلى ارتفاع مستوى الاضطرابات وأعمال العنف ولفت التقرير إلى أن قدرة لبنان على التكيف مع الأزمات الاقتصادية والسياسية التي هزت البلاد نهاية عام 2019 بدأت تضمحل فارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم المالي إضافة إلى تأثيرات انتشار كورونا ساهمت في اضمحل الأمن الغذائي لجزء كبير من اللبنانيين واللاجئين والنازحين في البلاد وأضف تقرير أنه في الأشهر المقبلة يعتبر تعليق الدعم المالي للمواد الأساسية المخطط له من قبل المصرف المركزي على سعر الصرف الرسمي للدولار على حساب مستوردي القمح والأدوية الأساسية والنفط سيرفع من سعر هذه المواد يضاف إلى ذلك عدم وجود نمو اقتصادي أو فرص عمل ما سيؤثر على حياة الفقراء من اللبنانيين واللاجئين والنازحين على حد سواء وتبع التقرير بالإشارة إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف أكثر الفئاتها شاشة والتعويضات المالية التي كان من المفترض أن تعوض عن الخسائر المالية بسبب الأزمة ستقود بفعل شح الاحتياطي المالي من العمولات الأجنبية وانعدام للسقرار السياسي الذي تحتاجه هذه البرامج لتفعيلها وأكد التقرير أن هذا الأمر سيؤثر على العائلات اللبنانية الفقيرة التي تعتمد على خدمات الحماية كمصدر للرزق بالأخص مع قلة فرص التوظيف أما فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بلبنان فتتلخص في التقرير في توسيع نطاق المساعدة النقدية شهرية للاجئين والنازحين ورفع عدد المساعدات لتشمل 147 ألف أسرى لبنانية بدلا من 50 ألفا وعدم وقوف دعم المنتجات الغذائية الرئيسية مثل الخبز وقال الإضاءة أكثر حول هذا الموضوع كانت هذه المداخل لوزير الزراعة اليوم تعرف بسبب ارتفاع سعر الصرف لبنان بيستورد كثير من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية يعني احنا انتاجنا اليوم بلبنان ما بين زراعة وما بين صناعات الغذائية بتراوحنا 30% للـ 25% والباقي كله مستورد اليوم إذا بنا نجي نستورد ونستهدى الفراج كله هذا بالعمل الصعب وصار في صعوبة يعني بشراء هذه المنتجات والمواطن ما بيقدر كمان يشتري بأسعار مرتفعة لذلك اليوم في جهد عم ينبذل وبدو ينبذل كمان أيضا نحنا كوزار الزراعة صراعنا بتعرف بسبب الإمكانيات الضعيفية نحنا أمكانياتنا جدا ضعيفة كوزار الزراعة لدعم المزارعين عم نشتغل من خلال المنظمات الدولية عمنا بس حوالي 70 ملف من استراتيجية هذه عم نخاطب فيهم المنظمات الدولية منهم بدأ يبصر النور وأيضا هناك خطة طوارئ نحنا عملناها بجزارة الزراعة لدعم المزارع العيني ببطاءات تمولية أيضا استصلاح أراضي وخزانات وأنه نعمل يعني نكون إلى جانب المزارع بكثير من الأعمال حتى نوفر عليه بتعرفي لأنه صارت عملية الاستصلاح وعملية استثمار بالأرض صارت مرتفعة جدا نحنا عم نحاول نأمن أكبر أدر ممكن للمزارعين وأنا أكد بجي أكثر من جانسي باللجنة الوزارية أنه ما يرفع الدعم وليس بشكل من الأشكال عن المكالات الزراعية وخاصة الأسمدي والبزور والأدوية والشتول لأنه إذا بيفوت بصلب أمننا الغذائي في حال رفعنا الدعم بيكون فعلا نحنا نكون عم نتكشف أمننا الغذائي في لبنان وأيضا أنه نحنا كل هذه الأمور نحنا عم نشغل عمل مؤقت وغرفة طوارئ وغرفة عمليات بوزارة الزراعة للوقوف إلى جانب المزارع ولكن هذا كله ما بيكفي اليوم نحنا بحاجة لحكومة تجي تحكي المرحلة وتحكي هذه الأزمة الكبيرة اللي عم بيعاني منا لبنان فاصل منواصل بعد النشرة نعود لمواصلة النشرة أزمة جديدة تضاف إلى سجل الأزمات اللبنانية المتراكمة لتهدد هذه المرة معاملات المواطنين الرسمية أزمة اختصار بجملة قصيرة ما في كهرباء ولا مزوت ما في كهرباء وما في مصوت ما أقول ما في مطار لا فيك تخلصي معاملات لا فيك تخلصي شي يعني أي شاعة تجي الكهرباء حالياً هيدي هي الصورة بالنفع بالدكواني نطرين الكهرباء تجي حتى تمشي معاملات الناس مع العلم أنه ما في موعد محدد لعودة طيار الكهرباء وبالتالي فضلوا البعض إما يفلوا ويجوا تاني نهار إما ينتظروا لربما تجي الكهرباء مبارح جيت علقة المعاملة بالبرينتر قالوا لي تعالي اليوم جيت اليوم لأنه ما في كهرباء نقطعت من العشرة للتنتين هايدي بلد هايدي مش بلد هايدي زريبة بيجي المنتور من بارح من الساعة 8 لصباح للساعة 2 مفيش كهرباء ساعة ناقشت الكهرباء قال سكر الصندوق ثلاث مرات أولوح وإرجع لدينا مزوطة ندور المولد هلا لو في مزوطة العشرة كل ما بتلاقيها الدولة هي مأسرة تجي الكهرباء الساعة بفوت المواطن بيخلص وبيضهر هايدي كهرباء قصة قيس المنولح وليلة التمرية نحن ناسين ونهؤل الخبريات ما بيكفل كوروما ما بيكفل قلة والزل والتعتير لعلا بدها تشتغل خلص طباح هالحالة بتخلينا نطرح كذا سؤال وأهمهم لا في أهمال بالتعاطي مع المؤسسات الرسمية خاصة النافعة يلي تعد من أكتر المؤسسات اللي بتفوت أموال على الخزينة الدولة وكيف مرفأ حيوي مثل هيئة إدارة السير بيمنع عنا الكهرباء وما بيكون في مادة مزوط لتشغيل المولدات يعني القصة قصة موازنة لهلأ مش قادرين نصرف كل سنة بتتأخر الموازنة بيوافقولنا على الأسناء عشرية سنة الماضية وفقولنا بحزيران بقينا قادرين نصرف السنة بعد لهلأ ما وفقولنا على الصرف على الأسناء عشرية هيدا السبب وكسنة الماضية كانت شركة الكهرباء تعطينا كهرباء أكتر من السنة ما طلعت الصرخة بس السنة هنه ما عندن انتاج نحن عنا المرائب المالي كل يوم بيكون عنا وعرف شو أوضاعنا بس إنه بالآخر بدأت تقلع مؤسسة مثل مؤسستنا يلي هي أكتر وحدة بترد أموال لخزينة الدولة من دون ما يكون عندها موازنة هودا سلوم وضعت المسئولية على عاطئ وزارة المالية في حين تواصلت الأوتيفي مع الوزارة وكان ردهم يلا رح نحكي الوزير ومنرجع لكم بجواب ولا حتى اللحظة ناطرين بكل الأحوال مشكلة الكهرباء والمطار ما بتخلينا نغض النظر عن الاستلشاء بالتعامل مع إجراءات كورونا علما إنه المعنيين مشددين على وجوب الالتزام بالإجراءات طالعي بالعالم كيف ناطره وين الكورونا وين التباعد الاجتماعي هذا شي خطأ الكمامات عبتكون ألزامية اللي ما عم يلبس كمامة أنا طلبت يعمله فيه زبط والتباعد هو المواطن لازم يكون خفير بالآخر ما يقرب على حدا وما عم نفوت على المباني إلا كل عشرة مع بعض ما عم نفوت كل الناس مع بعضها على المباني بس برا عم يكون فيه عشرة أزن جديدة تضاف على سجل الأزمات اللبنانية المتراكمة وكالعادة المواطن هو اللي بيدفع تمنى الحل معروف بإدمين فهل رح يتحركوا؟ مع هذا التقرير مصل لختم هذه النشرة شكرا لحسن متابعتكم للمزيد تابعونا عبر انستغرام فيسبوك وتويتر تصبحوا على خير